عندنا منتخب الكرة الشاطئية هعدي عليه هو هزيمة قاسية جداً الحقيقة من إيطاليا أعتقد بسوداسية 6-2 واتغلب وقبل كده مطش الأولاني أعتقد بنتيجة 2-1 من الإمارات والكاس العالم طبعاً اللي بتصديفه دولة الإمارات الشقيقة وعندهم مطش أعتقد مطش صعب جاي هيكون يعني احنا ممكن الكرة الشاطئية عندنا في مصر يعني مش ملهاش تاريخ كبير لكن في النهاية برضو يعني نتيجة تقيلة جداً على منتخب المصر نتمنى لهم التوفيق يعني في بقية مشوارهم في البطولة منتخب الأولمبي يختم به منتخب الأولمبي هيخد بطولة ودية سعداداً لأولمبياد باريس بأنه كتير قوي 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 ما تكرماش على منتخب الأولمبي عنده بطولة مهمة جداً في شهر شهر 7 اللي جاي أعتقد تبدأ أولمبياد باريس بالتالي أنت بتكلم على 4-5 شهور فبالتالي هيكون في كلام على مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي في بطولة غرب أسيا اللي بشارك فيها 8 منتخبات أولمبية منهم طبعاً السعودية، الإمارات، أعتقد كوريا الجنوبية هنقف كمان مع منتخب الأولمبي عندنا أعمال كبيرة جداً في منتخبنا الأولمبي في أولمبياد باريس ونقدر إن شاء الله منتخب محترم الحقيقة نقدر نراهن على الأقل على تحقيق حاجة